السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أشهد يا رسول الله أنك ورسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزك لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا على الطريق إلى الجنة الطريق الذي رسمه لنا رسول الله الطريق الذي جعل معالمه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عباد بن الصامث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدستم وأوفوا إذا واعدتم وأدوا إذا أت منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه أحمد ورواه الحاكم في المستدرك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم واليوم على طريق غض البصر ومع غض البصر إلى الجنة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أتدري أخي الحبيب أتدري أيها المشاهد الكريم أن العين سبب في جميع الفواحش هذا البصر إن أطلق إلى المحرمات كان سببا في جميع الذنوب والآثام نعم أيها العاقل أسمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي سمى إطلاق البصر بالزناء قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما السمع واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أراد رجل أو شاب أو أي عاص على ظهر هذه الأرض أن يرتكب جريمة الزنا لا بد أن ينظر أولاً وأن يختار الفاجر العاهرة التي يريد أن يمارس معها هذه الرزيلة كذلك لو أراد رجل أن يصرق أو أراد سارق أن يصرق أولاً ينظر إذن العين هذه كما يقول ابن القيم رحمه الله رضي الله عنه فإذا به يقول القلب القلب في جسمك هذا القلب كأنه باب للمنزل طيب البيت هذا البيت هو الحامي لهذا البدن وإذن إذا أراد السارق أن يصرق لا بد أن يدخل من الباب الباب لهذا البيت العين العين أخي الحبيب لذلك قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم سبب نزول هذه الآية صحابي من صحابة رسول الله يمشي في الطريق يوما فوجد مرأة في الطريق المعاكس فأخذ ينظر إليها ثم يمشي في طريقه ينظر إلى وضاءتها ويمشي في طريقه حتى ارتطم بالجدار فشجت رأسه وسالت دم على وجهه الصحابي علم أنه ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا فذهب إلى الحبيب المصطفى وقال له يا رسول الله بينما أمشي في طريقي قابلتني امرأة وضيئة نظرت إليها وأنا أمشي في طريقي فارتطمت رأسه بجدار فشجت والدم يسيل على وجهي فقال له النبي اجلس اجلس حتى يحكم الله فيك فنزل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم إذن أخي الحبيب حفظ العين كأنك جعلت هذا البدن في كنف الله وفي رعاية الله وفي أمان الله وفي حفظ الله وأنت عندما تحفظ عينك تعلم أنك في أمان من الشرور والذنوب بإذن بارئ الأرض والسماء كل الحوادث مبدأها من النظر ومستصغر النار أو معظم النار من مستصغر الشرر وسبحان الله وكأن هذه النار إذا أردت أن توقدها كانت من مستصغر الشرر من شرارة بسيطة ربما أنا وأنت جعلناها لا قيمة لها ولكنها تحدث نارا عظيمة وكم نظرة في قلب صاحبها فعلت بقلب صاحبها كالسه بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر أدخلت مسرة على مقلة وأضررت بها مهجة فلا مرحبا بسرور يأتي من بعده الضرر أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة فيقول العينان تزنيان وزناهما النظر طيب إذن ماذا أفعل فيما أرى غض بصرك طيب ما جزائي عند الله أتدري أنك إذا غضط بصرك عن محارم الله أعطاك الله حلاوة وإيمانا في قلبك تجد تجد علىوة هذا الإيمان إلى قيام الساعة إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قالها النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره مخافة الله عز وجل أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول أحد المفسرون في تفسير قول الله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون فيه تنبيه وفيه وعيد وفيه تهديد لما لأن الله يقول قل للمؤمنين أي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نبيا ورسولا يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم هذا تنبيه ذلك أزكى لهم وكأن هذا الذي قاله ربنا من فوق سبع سماوات يقول لك أبشر يا من تغض بصرك طب إن لم تغض البصر وأطلقت البصر ولم تغض الطرف فاعلم إن الله خبير بما تصنعون يا من أطلقت البصر الله خبير يا من جلست أمام الأفلام الإباحية الله خبير يا من أشعلت الشات وجلست تنظر إلى مرأة لا تحل لك الله خبير الله يطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول الرجل يجلس مع القوم فإذا مرت بهم رأة غض طرفه فإذا غفلوا نظر إليها ثم إذا غفلوا نظر إليها ثم إذا نظروا إليه غض طرفه ألا يعلم أن الله رقيب عليه الله يرات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أخي الحبيب هناك أمور إذا فعلتها ولم تغض بصرك أصبت بها ما هي هذه الأمور هب أن معك كاميرا ولتكن كاميرا الهاتف هذه ثم قمت بتصوير مقطع وآخر وصورة وأخرى ماذا يحدث للزاكرة الممري إيه اللي يحصل له سيمتلئ نعم أنت كذلك عندما تنظر إلى هذه المرأة وعندما تنظر إلى هذه الفتاة وعندما تنظر إلى هذه الأجنبية وعندما تنظر إلى هذه العربية وعندما تنظر إلى هذا الفيلم وعندما تنظر إلى هذا المقطع الإباحي وعندما تنظر في الشات وعندما تصادق الفتيات أنت بذلك تملأ الزاكرة في القلب فإذا جئت لتقرأ القرآن لا تستمتع بالقرآن ولا تتلذذ بالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كذلك إذا سمعت عن الله القلب لا يتحرك إذا سمعت عن رسول الله القلب لا يتحرك لأنك ملأته بالمعاصي كذلك أخي الحبيب أنت عندما تنظر وتطلق النظر ولا تغضى الطرف كأنك جعلت معك رمود كرمود التلفزيون هذا أنت الآن تشاهد قناة الصحة والجمال وتشاهد برنامج هذا ديننا فأنت تستطيع الآن أن تقلب على قناة أخرى وأن ترجع إلى هذه كذلك عندما تنظر إلى هذه المرأة وإلى هذه الجارة وإلى هذه التي كانت بجوارك في المواصلات أو زميلتك في العمل أو زميلتك في المصنع أو الأخرى التي بعيد عنك والتي تراها تمر أمامك في الشارع وفي الطرقات عندما كل هذه الصور تكون موجودة عندك في القلب فإذا دخلت لتصلي فقلت الله أكبر فجاء الشيطان ومعه الرموت يعرض عليك الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة بالله عليك هل تستمتع بصلاة هل تستلذ بالوقوف بين يدي قيوم السماوات والأرض طيب معنا اتصال إن شاء الله لأستاذ إيمان السلام عليكم وحضرتك بالصحة والسلامة وحضرتك بالصحة والسلامة الزرورية الصالحة وكل من يريد من المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه السؤال الثاني فيه سؤال ثاني أو سؤال حق إيمان طيب بنتنا إيمان يعني أوصيك بوصية الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أكثر من الاستغفار إن شاء الله ترزقي كذلك الصدقة يعني تصدقي ولو بالقليل من المال يعني وقولي يا رب ارزقني الزرورية الصالحة واجعلي هذا الزوج يفعل معك مثل ما تفعلين من الدعاء والاستغفار وكذلك من الصدقات وعسى الله أن يرزقك الزرورية الصالحة أنت وكل المسلمين وكل من يريد من المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه من لا يغض بصره يصاب بأمور منها لو كان متزوج لا يستمتع بزوجته في الحلال إيه وربي لما؟ لأنه لا يرضى بما قسمه الله له لأنه يرى هذه الطويلة اليافعة زوجته قصيرة يرى هذه البيضاء أو الحميراء أو الشقراء أما الزوجة على غير ذلك يرى هذه صاحبة لين الخدين صاحبة النعومة والأنوثة أما الزوجة ليس فيها هذا ولكن العلاج بينه لي ولك رسول الله إذا مرت بك امرأة فنظرت إليها نظرة واحدة فعلمت أنها امرأة فماذا تفعل؟ جرير بن عبد الله يقول يا رسول الله أرأيت نظرة الفجاءة؟ طيب معانا الأستاذ نادر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زك عم الشيء الله يسطرك ممكن أسألك سؤال بعد إذنك؟ تحت أمرك أنا ساعات بحس إن أنا فعلا قريب من ربنا جدا 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 وفي ساعات تانية بحس إن أنا ببعي ممكن لكم أسبوع موضوع بحس عنده خطوع قلبي خاصة وما ده مثلا ممكن إذنك أحس إن أنا عمل أبعد تاني أحس أبعد تاني طيب يا أستاذ نادر حضرتك عندك كم سنة؟ عم سنة كم؟ تلاتة وثلاثين سنة تلاتة وثلاثين صلاني بارك في عمرك يا رب صلاني بارك فيك يا مولاني حضرتك بتدخن ولا حاجة أستاذ نادر؟ لا 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 والله مش بتدخن ولا حاجة بس أنا شغال في شركة وحواليها ناس كتير وبيحصل حواليها مشاكل كتير وبتدخل في حوارات ومشاكل بحيث المشاكل بتأثر علي بتأثر على نفسيتي حاضر يا حبيبي أجيبك إن شاء الله ولو سمعت حضرتك أنا كعبان جدا في حدة تفسير القرآن نفسي في شيخ يكون تفسيره سهل وميصور زي الشيخ الشعراوي وغاكن يكون متاح يعني أقدر أننا نزله وأقدر أننا نسمعه وأقدر أننا نسمع تفسيره شكله كويس وشكله مبسط ويكون سهل وميصور يعني والله يا حبيبي لو أنت متابع فعلا الشيخ الشعراوي خواطر الشيخ الشعراوي فهذا كلام طيب يعني حاول تقرأ فيه وتسمع له وإن شاء الله تستفيد منه وأحيانا أخرى يحس أنه عنده قصور هذا دأب المؤمن يعني دا حال المؤمن المؤمن إذا اقترب من الله عز وجل فبكت العين وخشع القلب علم أنه قريب من الله وأنه لو قال يا رب قال له ربه لبيك عبدي أما إذا أذنب الذنب أو ارتكب جرما صغيرا فيشعر أنه بعيد عن الله ويشعر بالنفس اللوامة لا أقسمه بيوم القيامة ولا أقسمه بالنفس اللوامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح حالة الأستاذ نادر ومن على شاكلته ممن يشاهدونني الآن يعني ذنب المؤمن عليه كالجبل الواحد فينا يعني أسأل الله أن أكون من المؤمنين أنا وأنت قل أمين يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه لو ارتكبت ذنبا صغيرا ترى أنك ارتكبت كبيرة من الكبائر جرما عظيما وتقول ماذا أقول لربي إذا ميت الآن ماذا أفعل إذا ميت الآن فأما المنافق ذنبه عليه كذبابة حطت على أنفه فأطارها بيده فجزاك الله خيرا وعلم تمام العلم أن الله عز ويلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأسعى الله أن يبدلك بدلا من السيئات حسنات أنا وأنت والسامعين والمشاهدين الكرام يا رب العالمين أخي الحبيب غض البصر وإن كنت متزوجا فتعلم من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب معانا أمم محمد سلام عليكم وعليكم السلام عليك يا خضر الله استرك يا أمم محمد بعد إذنك يا خضر السيح أنا بعيدة خلاص عن ربنا وكلما حد يعدي أنا متجاوز ومعايا ثلاثة فيام وكلما مثلا شد يعدي أو كده أفتكر أيام تفوص واعد بسرق تيء فطبعا دي حاجة مزهاجة جوزي وقال لي أنت لو ما تتقرفتش من ربنا أنا هتلاقي واخد عيالي يسع يسرق وهو برضو ساعات لما بيروح الشغر بيقعد يبص على بناتك وكده قلت له ما يمكن كما تديني تداء تمام ويا فضل السيح بعد إذنك أنا عايزة أسألكك على سؤال بس يعني هو أسأل محرج شوي فضل يا أمم محمد أنا فرها حياتي وفلوس دايما مضيعا على الصادي يعني مثلا إيه ممكن أفرف ألف جينفة الضم غير السبق أن نفتعرف إيه السبب القرش مالوج بركة فيدي أو الجين مالوج بركة فيدي حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني يا أمم محمد الله يخليك يا فضل كسير بس بالله عليك جاوبنا على طول حاضر حاضر تفضلي يا أمم محمد تفضلي كان هناك تاجر يقول لابنه وكان هذا التاجر كبير السن كبر سنه وحده ودبى ظهر وسقط حاجباه فقال لابنه وكان شبا يا ولدي أنا لا أستطيع السفر للتجارة فخذ هذه القافلة من التجارة وسافر بها إلى بلادي كذا فبيع واشتري طيب معنا التلفون تاني إن شاء الله بسرسارة سلام عليكم عليكم سترين حاضراتك فيه الله يسطوري كنت عايز أقول لحضراتك على حياتي مشكلة معي أنا عندي 32 سنة ومش مواصبة خالص على الصلاة خالص 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 تنام وكلما أجأ صلي بحس إن أنا حرانة جسمي محمد بس بصلي برضه وبعد كده يعني عايز أصلي ومش عارف أصلي تاني البيت عندك كله بيصلي يا سيدي سارة والدتي ووالدي بس أنا متزوجة جزوجي مش بيصلي وعندنا مشكلة في البيت إن هو على طول يعني فيه حاجات ربنا بيرزعنا بنا كتير يعني الحمد لله وكده بس حكاية الشغل عنده مش مواصبة خالص يعني على طول ما بيبقاش فيه شغل عندنا ما بيبقاش فيه فلوس ما بيش باركة يعني خالص حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني لأ ألف تقر ربنا ستوري فضال عليكم السلام أم محمد اللي هي بتشتكي من النظرة يعني بقول أنا بنظر للشباب وهم بيمروا من قدام البيت وهذا يغضب زوجي وهو كمان يروح الشغل كمان بيبص للنساء يعني هو داين النظر وإطلاق النظر داين التاجر بيقول لي ابنه إيه يا ولدي سافر بالتجارة ولكن حصن عرض أختك فقال يا أبي يعني أختي مش هتسافر معايا أهلا اللي مسافر قال يا ولدي احفظ عرضها الولد طبعا سافر جضى شهر والتاني في يوم السجة داخل البيت السجة اللي بيأتي بالماء فإذا به يقبل هذه البنت فرآها أبوها وهذا السق يقبلها فلما عاد أخوها قال تعالى يا ولدي ماذا فعلت كذا في يوم كذا انت عملت ايه في اليوم الفلاني قال يا أبي ما أدراك من اللي قالك والله يا أبي ضحك علي الشيطان وجعلني أفتا بفتاة وبجارية فدنوت منها والله ما فعلت معها إلا أني قبلتها يا أبي ثم تذكرت أن الله رقيب علي فانصرفت عنها بعيدا قال يا ولدي دقة بدقة ولو زد لزاد السقة فأنت يا من في العمل اتق الله والله كلما نظرت إلى امرأة نظر إلى زوجتك ونظر إلى بنتك فاتق الله واعلم أنه دين معانا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام عليكم فضالي أنا كلمت حضرتك وانت أخرة في موضوع الحمد يعني إذا كنت توجه كلمة للناس اللي بيت عاية اللي معاية بجيلوا إيه أنا صابرة وكده يعني وبيئز مشاعر وبيعيروني فأعزاك توجه كلمة يعني طيب هم بيعيروك على جلة الإنجاب طيب أنا متأخرة شوية ولما بيصد كم البسطة ده الحملة يعني مرين أو ثلاث مرينة وهم بيعيروني حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك حاضر 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 طيب ما زلنا في إجابة سؤال أمم محمد يعني بيقول أنا كره حياتي وبنفق المال كده ببزخ وإصراف يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى دايما وأبدا استغفروا ربنا جرابي كده يا أمم محمد أنت وزوجك وغضي الطرف كده عن النظر إلى الرجال وهو يغضي الطرف عن النظر إلى النساء اعلمي تمام العلم أن البركة ستحل بك والبركة ستنزل عليك وعلى بيتك وعلى زوجك إن شاء الله وسينعم بك وستنعمين به إن شاء الله لأن الرجل إذا نظر إلى غير زوجته والله لا يستمتع بزوجته والزوجة لو نظرت لغير زوجها والله لن تستمتع بزوجها يعني كأن هذا الشاب الذي يسمعني الآن ولم يتزوج بعد كلما أردت أن تنظر إلى جارية يعني أخفض بصرك لما؟ لأن ربيع بن الخثيم رضي الله عنه وأرضاه كان من السلف الصالح كان تلميذاً لسيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول له سيدنا عبد الله بن مسعود والله لو رآك رسول الله لسر بك لو إن نبي شافك كان فرح بك جداً لما؟ لأنه كان يغض الطرف كانت إذا مرت عليه نسوة رفع بصره إلى السماء أو أنزل بصره إلى الأرض فيمرون عليه ويقولون الحمد لله الذي عافانا من العمى يظنون أنه أعمى سيدنا حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه كان تلميذاً لشقيق البلخي ثلاثين عاماً يتعلم عنده يذهب إلى بيته ويأخذ العلوم والدروس عنده من أحاديث من قرآن من فقه فإذا به في يوم طرق الباب على شقيق فقال شقيق وكان يتوضأ يا جارية انظري من الطارق فذهبت فإذا به يعطي ظهره كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ظهره للباب ثم أغمض عينه ووضعها في الأرض فعادت الجارية وقالت يا سيدي إنه تلميذك الأعمى قال سبحان الله والله ما عندي تلاميذ عميان فلما خرج من وضوئه أدخل حاتم الأصم ثم قال له يا حاتم أنت منذ ثلاثين عاما تأتي إلى بيتي وظنتك جارية أنك أعمى لأنك تغضى الطرف عن المحارب طيب معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد ابنك عايزة في عندي سؤالين فضالي حضرتك أول حاجة أنا من الجزائر ومتجوزة واحد مصري يا أهلا وسهلا من الجزائر وأهلا شكرا لله أولا أنا مواضبة على الحمد لله على الصلاة والصوم الحمد لله الحمد لله صلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله بس الزوج بتاعي ما بيصليش فأنا كل مرة بتكلم معاه يعني إزاي أنت ما تصليش ما ينفعش دايما معاه فكانوا بيقولولي يعني أنت من حقيك أنك تطلب الطلاق بس أنا بقول أنا بامهله ويمكن ربنا يكون من من يهديهم الله معاكي أولاد؟ لا طيب وإنت في بداية الزواج كان يصلي؟ أنا في الأول ما كنتش بعرف إذا كان بيصلي وما بيصليش تمام تمام بس لما لما تزوجنا مع بعض شفت أنه يعني أنه ما بيصليش حتى الجمعة لا يصليها؟ ما بيصليش حتى الجمعة يما كانت المساجد نفتوح؟ ومرات بيروح مرات لا مرات بيروح مرات لا ومرات بيصلي بس بيعد مدة طويلة وبعدين كمان يسيب الصلاة أودوبك إن شاء الله حاض ينفع أبقى معاه معاه ولا يعني يطلب الطلوب؟ حاضر أجيبك إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ حضاك أنا يعني الحمد لله يعني بقوم الليل ومرات يعني بقوم الفجر ومرات لا يعني بيصلي بواضب على ثلاثين بس في مرات ببقى مثلا ما بيصليش الصبح إلا يعني مثلا بأكون نمت تمام بغاية أصحى لساعة الدور تمام يعني هو ينفع كده ولا لازم يعني أصلي حاضر من المرات بتجيني يعني بأصحى لغاية الدور أودوبك إن شاء الله وأنا خايفة من يعني خايفة من عقاب ربنا في الحاجة دي يعني أودوبك إن شاء الله حاضر شكرا يا شيخ شكرا معنا اتصال آخر سلام عليكم سلام عليكم ألو أيوة تفضلي عليكم السلام يا ريت حضرتك وطي صوت التلفزيون وكلميني من الهاتف أيوة أيوة عليكم السلام سلام يا شيخ تفضلي معلش لو سمحت أنا كنت لقي خطي مزهد من 4-5 سنة خمس تيام إيه بجلي خمس تيام يعني لا أربع خمس سنين أربع خمس سنين تمام آه وهو معي يعني ما عملتش في أي حاجة بس تقطم مني غيرته وحطت له متين جنيه وبرضو موجود حضرتك ياما لاجتيه لاجتيه في مكان عام يعني في سوق مثلا آه آه لقيته في مكان عام آه في ناس كتير تمام آه لقيته في مكان عام وناس كتير مثلا محطة والكلام ده قاعد معي شوية والوقت بقيله أربع خمس سنين دلوقتي أنا تعذرت وقدت هبيعه واحد قالت لي لازم تحط الفلوس في الجامعة كلها طيب أجيبك إن شاء الله أنا عايزة عرضها بالضبط هو الوقت معي في إيه دي أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ آه بيسد أنت أي حاجة تمام تمام حاضر حاضر العلاقة بينك ومن زوجك كويسة ولا متوترة؟ لا مش حلوة وبعدين بيسد أنت في كل حاجة أنا حزنت ربنا في الجد حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله طيب بالنسبة لسارة بقول لنا مواصبة على الصلاة ولكن زوجي لا يصلي يعني سبحان الله أختنا برضو من جزائر قالت زوجي لا يصلي يا أخي الحبيب الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وصاني ووصاك بقوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وص بالصلاة ووص بالنساء ووص بالنساء فيا أخي الحبيب أول ما تسأل عنه في قبرك الصلاة فإن صلحت كان ما بعدها أهول وإن فسدت كان ما بعدها أشد بالله عليك الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء يعني مكتوبة خمسين عند الله وأنت تؤديها خمس بالله عليك ماذا تصنع عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل وكأني به وهو ينادى عليه رجعوا وتركوك وفي الطراب وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا عملك ورحمة الحي الذي لا يموت فيا أخي الحبيب سارع بالصلاة قبل أن تصاب بالمرض سارع بالصلاة قبل أن يأتيك ملك الموت عندها تتمنى فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون طبعا إمام بنتنا بتقول أنا ما بأنجبش أطفال وفيه ناس بتعيرني يا الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير كانت هناك امرأة لا تنجب الأطفال فجاءت جارة لها فقالت أما أنا ففي بطني ولد وعلى حجري ولد وبين غلامي ولد فسبحان الله مات الثلاثة في يوم واحد أما هي فأنجبت من البنين أربع يا سبحان الله فهذا الأمر مرده إلى الله فإياك أن تعايري أختا ابتلاها الله بعدم الإنجاب أو تأخر الإنجاب وأنت يا بنيتي استغفري وأسأل الله عز وجل وإن شاء الله سترزقين بإذن الله طيب اللي بتقول أختنا بتقول لجيت خاتم من الذهب وفي مكان عام وأنا محتجاله أن أنا أتبرأ يعني أبيعه وأستفيد بالمال عموما اللقطة إن كانت ذات قيمة وحتى لو لجيتها في مكان عام يعني أتين حتة ورقة زي دي واكتب وجدت قطعة من الذهب على من يأتي بأوصافها يتصل برقم الهاتف الفلاني طبعا ما تحدديش انت لجيته إيه وتجعلي لهذه اللقطة صاحبة القيمة كانت قيمتها كبيرة يعني من شهرين إلى ستة أشهر انت لجيتها بغلي خمس سنوات فيجوز لك إن شاء الله أن تستمتعين بهذا المال الذي يأتي منها إن شاء الله ولا حرج عليك ولكن إن وسع الله عليك فتصدقي بثمنها حتى تؤجري ويؤجر صاحب هذا الخاتم وتؤجر صاحبة هذا الخاتم إن شاء الله طيب أختنا اللي هي اتصلت اللي هي من الجزائر فبتقول أنا زوجي ما بيصليش هل يجوز لي أن أنا أطلق منه الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر جربي معه جميع الوسائل إن صحي ثم بعد ذلك لا تمكنه من نفسك يعني اتركي له الفراش ولله لن تتمكن من حقق الشرعي حتى تصلي لأن بعدم صلاتك وبتركك للصلاة أنت يعني في ريبة أنا شك فيك هو أنت مسلم ولا لا لما لأن العهد الذي بين المسلمين وبين غير المسلمين الصلاة فمن تركها فقد كفر وللفقهاء وللعلماء فيها كلام من تركها جحودا فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام يقتل بغروب شمس اليوم الثالث أما من تركها تكاسلا فهو فاسق ولا حول ولا قوة إلا بالله فنصيحة إليك جربي كل الوسائل وكل الطرق فإن لم يصلي فاطلبي الطلاق وسيخلف الله عليك بخير منه إن شاء الله طيب معنا الوسعالي السلام عليكم يا شخص محمد معك علي يونس علي يونس علي محمد يونس من البحيرة اتفضل يا حبيبي يا مرحب أهل البحيرة حياكم الله وحفظكم الله أنتم وأهل مصر فضل يا علو والسلام عليكم وجماعة حالهم والله الله يسترك يا سعالي اتفضل أمرني يمكننا شغالين في شركة المغربي فلو حد يعني كل فكرة ولا أي حاجة من الشركة يعني هل دي حرام ولا حلال طيب يا حبيبي طيب صاحب الشركة يعرف أنك بتاكل فكهة أو صرح لكم بيها أما فيه ناس بتقول يعني اللي يأكل يأكل نسبة معينة وفيه ناس بتقول يعني ما حدش يأكل الناس اللي قالت لك دي صاحب الشغل صاحب الشركة صاحب المال ولا المغربي ده مش مصري لا ده مش صاحب المال بس هو موظف الشركة أجيبك يا حبيبي إن شاء الله أجيبك يا سؤال داني لو سماح. فضل يا حبيب. لو الواحد يعني لابس خمامة وخايد من الكورونا مسلا. تمام. ومسلا ومشافش واحد داما من حوالي شاهد. تمام. مشافش واحد صاحب ولا جريب مسلا. تمام. هل يسلم عليه ام لا? طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر يا عيد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. سلام عليكم. اهلو. فضل. سامعك يا حبيبي. الله يسترك. نعم يا شيخ انا يعني الكلام حضرتك يا داميلو بس فهد. فضل يا حبيب. بس. طب استأذنك بس اتحرك في مكان فيه شبكة عشان صوتك يوصلي كويس. ما يعني كده? ايوة تمام. اسمعك الله الخير كله. اغض البصر يعني انا بقى عاجبة يعني احنا كنا زمان ما كانش فيه اه بنات ولا يعني بال بالمنظر احنا بنشوفه المنظر الوعيش قوي. يعني واحدة بسيبة واحدة بمنطلون. واحدة لبسها يعني استقفى الله العصيم ما حوال مرة ما كنا نشوف ده كانوا احنا غزبنا عنين بقى بالبصر. حاضر. اسم حضرتك ايه? اه صبح فاهم التل كبير اسماعيلية. يا مرحب باهل الاسماعيلية مرحبا باهل القناة. اسأل الله اني احبارك. واخد بان شابتك وبنيجي نبتع تلفزيون اه على اي قناة استغفى الله رازم برضو رأس و و حاجات عريانة اللي امتعنا يعني نبعد عن الحاجات الى ذادي. اجيبك 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 ان شاء الله يا صلى الله عليه وسلم اجيبك ان شاء الله يا حبيب. طيب بالنسبة لابننا علي يونس اسأل الله اني يبارك فيك يا ولدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سح فالنار اولى به. اه يعني لا تأكل اه من هذا اه من هذه الفاكهة التي في الشركة حتى يأذن لك صاحب صاحب المال. طيب يا عم الشيخ صاحب المال راجل برة او راجل انا ما بشوفوش واللي بيسمح للمدير بتاعي في الشغل. لا تأكل. لما? لان هذا مال حرام. لابد ان تستأذن فيه صاحب الشركة وصاحب المال يا ولد الحبيب. طيب انا لبس كمامة وما شفت الصاحب من زمان اسلم عليه يا عم الشيخ يا اخي الحبيب يا ولد الحبيب ايها المشاهد الكريم. يعني انت الان اسأل الله في علاه ان يرفع عنا الوباء والبلاء والامراض وسيء الاسقام انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني قال اهل العلم وربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قالت منظمة الصحة العالمية والقائمين على الصحة في مصر بان السلام ينقل العدوى. اذا لا داعي للسلام. انا لبس كمامة. هل اعاني خالي او عمي. لا. من بعيد. السلام عليكم ورحمة الله. لما? يا اخي الحبيب دل ما سجد اغلقت. من اجل ان نحافظ على صحتك. ومن اجل ان نحافظ على ان لا ينتقل هذا الفيروس بين المصلين وبين العباد وبين الساجدين وبين الراكعين. فما بالك بالسلام. اه الدرورات تبيح المحزورات. ان الدين يسر. ولن يشد الدين احد الا غلبة. فسددوا وقاربوا وابشروا. ويسروا ولا تعسروا. يعني الاستاذ صبح من الاسماعيلية يقول الفتن في كل مكان يا عم الشيخ. طب اسمع دي. بعدما تصلي على حبيبك النبي. امريكا كل ثلاث ثواني حالة اغتصاب. زعل جدا المسؤولين في امريكا. وقالوا للقناة الاستخدارية اللي قالت كل ثلاث ثواني حالة اغتصاب في امريكا. قالوا هذا الكلام ليس صحيح. طب الصحيح ايه? قالوا كل ست ثواني. كان هناك شاب مسلم في امريكا. تخيل بقى كل ست ثواني حالة اغتصاب. يعني الناس شبه عراه في امريكا. فاذا به يقول هذا الشاب كان يركب في اسنصير يعني ويصعد الى عمارة من ناطحات السحاب. من ناطحات السحاب. فاذا به يركب معه فتاه هو لا يراها. ولكن هي تقص عنه فتقول انا كنت اتعرض للاغتصاب يوميا مئات المرات. للبسي ولشدة جمالي. اما هذا الشاب رأيته ملتحيا ورأيت انه ينظر في الارض ولا ينظر اليه. في اليوم الاول. في اليوم التاني. في اليوم الثالث. وانا اصعد معه الى الادوار النهائية. وهو لا ينظر اليه. حتى ولا يدنو مني ولا يقترب مني. وانا هو في الاسنصير. يعني ليس معنا احد. ولا انيس ولا جليس. فاذا بها تقول له هو انت مش شيفني. هو انا وحش عشان كده ما بضبص ليش. قال والله انا لم ارك حتى احكم عليك. قالت له ولم لا تنظر اليه. فقال لها لان ديننا يأمرني بهذا. ديني يأمرني بهذا. الله امرني بغض البصر. قال لي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم. ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما يصنعون. فقالت له. ولكني اهواك. ايه رأيك. نقيم مع بعض علاقة. قال والله هذا لا يرضاه ربنا. لان الله يقول. ولا تقرب الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. قالت اذا. تزوجني. انا اريدك. قال على ان تسلمي. تدخلين في الاسلام. تشهدين ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله. قالت وماذا اصنع. قال تفعلين كذا وكذا وكذا. تذهبين الى المركز الاسلامي وتعلنين اسلامك. فعلا. ذهبت الى المركز الاسلامي واعلنت اسلامها. وتزوجت من هذا الشاب. اصبح هذا الشاب من اغنى اغنياء امريكا بسبب غض البصر. فانت يا ولد الحبيب. ان اردت المال فغض البصر. ان اردت الصحة والعافية غض البصر. ان اردت ان تحفظ زوجتك واولادك غض البصر. والله الذي لا اله غيره سعادة لن يشعر بها الا من غض الطرف عن محارم الناس. واعلم تمام العلم انه لو جئ برجلين اتنين سجناء. ووضع يعني السجناء الاتنين دول حرم من الطعام لمدة ثلاثة ايام. وضع امام السجن لحم مشوي لأحد هذين السجينين. والاخر ليس امامه لحم ولا يرى الطعام. وهذا الرجل الذي في السجن يرى هذا اللحم المشوي واشتد به الجوع. ايهما اشد حرقه. الا هو قدام اللحم. لانه اشتد به الجوع ويرى الطعام امامه. اما السجن الاخر لا يرى طعاما واشتد عليه حر الجوع فحسب. هو كذلك الذي ينظر الى المحارم. يرى هذه الشقراء. وهذه الحمراء. وهذه الطويلة اليافعة. وهذه القصيرة المليئة. وهذه وهذه. ثم يرجع الى بيته فيرى زوجته آه يقول انا وصلت للشيخ الغفر. لما? طيب معنا اتصال. سلام عليكم. طيب حاول الاتصال المرغة اخرى ان شاء الله. اه فاذا ذهب الى زوجتي. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. فضالي حضرتك. بقول لحضرتك انا كان عندي اه فيه ما قلت ايه. فيه ست جايبالي بنتها عندها شهرين. فمش ما ايدها باسمها. وقالت لي ان انا ديها لناس يعني ايه مش عايزاها. سابت هالي. فروحت اديها فعلا اه ديتها الناس ما بيه ما بتخلفش. فاتصلت بها قدامها وقات وقدتها لها. هل دي عليها حرمانية ان انا عملت كده? انا عايز اعرض. هو انت كده يعني اه هل تأكدت انا هذه بنتا لها ببنتها فعلا? اه ببنتها هي كتحامل انا قدش يا فاو هي حامل لما خلفتها وبعد شهرين لقيتها جات وقيت لانا مش عايزاها والحد الان هي ما تتجليتش. لا صلى على النبي. عليه الصوت اجيبك ان شاء الله حتى لو طيل عليك. يعني اسمعيني من هذا. اسمعيني بعد ما تكفيني معي ان شاء الله. لا تاخذي منها هذه البنت. لانها ربما كانت صارقة لها. ربما هناك ام تبكي على فراق هذه البنت. وهناك اب يتحصر ويندم على فراق هذه البنت. والله الذي لا اله غيره ولا معبود سوه. لا اتخيي ان اما تذهب ببنتها وتقول خذي هذه البنت. انا لا اريد هذه البنت. لا لا يمكن. لا يمكن. فممكن تكون صارقة البنت دي. فلا تفعلين هذا. لان الام يعني لا تفرط في ظناها. حتى لو اشتد بها الفقر. حتى لو اشتد بها الجوع. لحتى المرأة اللي ذهبت لامنا عائشة. ومعها بنتين. فامنا عائشة اعطتها ثلاثة طمرات. فاذا بها تعطي الاولى طمر والثانية طمر. واخذت طمرة. وارادت ان تأكلها. هذه المسكينة. فاستطعمتها ابنتاها. فاذا بها تأخذ ما ارادت ان تأكله. طمرا اللي هيكت عايزة تأكلها. وقسمتها نصفين بين ابنتيها. فاعجبت امنا عائشة بهذا المشهد العظيم الرقراق. فقصته على رسول الله. اتدري ماذا قال النبي؟ قال اوجب الله لها بها الجنة. وحرم الله عليها بها النار. يعني التمر دي كتسبب في دخولها الجنة. وفي تحريم النار عليها لانها اطعمت بها ابنتيها. فلا تساعدها على هذا العمل اختاه. غض البصر. النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا كان اذا طرق الباب او رن يعني طرق الباب على احد الصحابة. كان يقف عن يمين الباب او عن شماله ويعطيه ظهره. الواحد فينا الان يرن الجرس. وما ان يفتح الباب الرادار يشتغل. يجب من الحمام لأضة النوم ويختم بالريسيبشن. لا يا اخي الحبيب. ما هكذا كان يفعل النبي. حبيبك النبي طرق الباب عليه يوما. ففتح الباب. فوجد الرجل امامه ينظر الى رسول الله. قال ما هذا. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. يعني لا تنظر. انما قف عن اليمين او عن اليسار. حبيبك النبي في يديه مدرة. مدرة يعني حوالي زي مشط. بمشط بالشعر. فطرق الباب على رسول الله. ففتح النبي الباب. فوجد رجلا ينظر من كوة او من جحر. فقال النبي. لو علمت انك تنظر لفقأت بها عينك. في حديث اخر لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول. اذا نظر الرجل الى حرمة بيت. ففقأوا عينه. فلا دية له ولا قصاص. اتق الله اخي الحبيب. وغضة طرف عن نساء المسلمين. وغضة طرف عن محارم المسلمين. واعلم تمام العلم. ان الله يراك. ان الله يراك. يعلم خائنة الاعين. وما تخفي الصدور. وكان هناك شيخ من المشايخ. ومعه تلميذ له. اكل عند صديق له ماء. فلما اكل اللحم. صب عليه الماء. ثم في الطريق. قال التلميذ لشيخه. والله يا شيخي. ليست من المروءة. ان تصب النساء. الماء على الرجال. وعلى الاضياف. لا عيب. ازاي المرأة تصب على الرجل. فقال والله يا تلميذي. والله يا بني. والله يا ولدي. انا اكل في هذا البيت. منذ عشر سنوات. لا اعلم من يصب الماء علي. ارجال ام نساء. انت داخل تعمل ايه? بتصور البيت لايه? اول ما تدخل. الف مبروك انت اجبت في ليزر جديد. الف مبروك التلاجد جديدة. الف مبروك على اللوحة اللي انت مركبها. يا اخي الحبيب اتق الله. وتأدب في بيوت المسلمين. واعلم تمام العلم. ان كل نظرة تنقصك السعادة. الدليل على ذلك. سبحان الملك. اثبت المتخصصون. في اكبر المعاهد في بريطانيا. بان النظرة. اذا نظرت الى شيء يسرك. كان هناك افراز لهرمونين في خلايا المخ. يسمى هرمون السعادة. فكلما نظرت الى امرأة. سررت بها. بثيابها. بجمالها. بشعرها. بنحرها. فكل هذا فيه افرازات لهرمونات السعادة. حتى يصاب هذا الهرمون. وتصاب هذه الخلية. بالدمور والموت. فاذا قرأت القرآن. لا تشعر بسعادة. اذا قمت بين يدي قيوم السماوات والارض. لا تشعر بسعادة. انتهى الهرمون. فتصاب بالاكتئاب والانطواء والعقد النفسية. وتصبح شديد الغضب شديد العصبية. فاتق الله ولا تنظر. كذلك الله يقول عن هذه الناصية. ناصية كاذبة خاطئة. يا الله. الناصية ديت. اثبت العلماء. وخصى احد الاطباء الالمان. بان هذه الناصية فيها جميع التفكير. وفيها جميع المشاكل التي تأتي الى الانسان فينا. الى الشخص فينا. فاذا نظرت الى فلانة. و الى علانة. و الى القريبة. و الى البعيدة. و الى العربية. و الى الاجنبية. و الى هذا الفيلم. و الى هذا المسلسل. و الى هذا المقطع الاباحي. فانك بهذا تصيب هذه الناصية بالتلف. فتصبح بليد التفكير. ضعيف الذاكرة. و كذلك يغضب الله عليك. يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم. دلنا على الخير. فهل لا تعلمناه. كانت هناك امرأة. يعني بطالة. و زوجها بطال. فاذا بها تقف امام المرآة في يوم من الايام. فتقول لزوجها. هل تراني. لو رآني احد الناس. ان يغض طرفه عني. لو واحد شفني كده. ما يبص ليش. قال لها نعم. عبيد ابن عمير. عبيد هذا كان من السلف الصالح. و كان يأتي اليه الصحابة يبكون بين يديه. قالت. او تأذن لي ان افتنه. تأذن لي افتنه. قال لك ذلك. فاذا بها تذهب اليه. وهو في المسجد الحرام. قالت اريدك في فتوى يا شيخ. قالت فأخذته في زاوية المسجد. قالت فكشفت عن وجهي. اصفرت عن وجهي. فاذا هو كالقمر. فقال اعوذ بالله اعوذ بالله. قالت انا اهواك يا شيخ. قال ماذا تصنعين. لو نزل بك ملك الموت الان. و اخذت مني ما تمنيتي. اتحبين ذلك. قالت لا والله لا والله. قال ماذا تصنعين. لو ادخلت في قبرك. و دخل عليك منكر و نكير. اتحبي او ايسرك ما قضيتي او ما تأخذي مني و ما تمنيتي الان. قالت اللهم لا. اللهم لا. ايسرك لو انك ضرب الصراط. وسقطت الاقدام. وسقطت الجماجم. ايسرك انك اخذتي ما تمنيت مني. قالت اللهم لا. لو اقفت امام الله. قالت اللهم لا. قالت تبتو الى الله على يديك يا شيخ عبيد. ثم عادت الى زوجها متبتلة. مصلية. تالية للقرآن. فيقول اردناها ان تفسد عبيدا. فافسدها عبيد علينا. اللهم ارحم ضعفنا. وتولى امرنا. واحسن خلاصنا. وفك اسرنا. نعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن لسان لا يذكر. اللهم حص فروجنا. اللهم حص فروجنا. وطهر قلوبنا. وطهر قلوبنا. اللهم اصطر عوراتنا. وآمن روعاتنا. اللهم احفظ نساءنا. واحفظ بناتنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم هيئ لمصر من امرها رشدا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم وارفعنا سيئ الأسقام يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله